تنياه وكأنه يصابق الزمن لتحقيق ما في جوفه من أفكار عنصرية بحق شعبنا في ظل التحديات الداخلية الآخذة بالتعمق والاتساع طولا وعرضا وكذلك خشيته من احتمالية مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح رفح بشكل فورهن التي تتسع فيها عملية الاجتياح تماما مثل ما تتعاظم في مناطق القطاع كافة في شماله ووسطه وهو ما يحصل في جبال وحي الزيتون وما يرافقها من عمليات تهجير لم تهدأ من عدوان الاحتلال المفتوح على المحافظات الجنوبية وغيرها من مجازر تخطف الأرواح بالمئات باتت تلازم المشهد الفلسطيني اليوم هذا على صعيد القطاع ولكن الاتجاه الثاني الذي ينشط فيه ناتنياهو الموتور هو السعي الحثيث المباشر والفعلي لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وفق ما أكده في الخامس عشر من أيار الجهري إذ اعتبر أن المسعى الحكومي المركزي الإسرائيلي الأهم حاليا يتمثل في الإسراع في تقويض السلطة كي لا تكون بنيتا حكم ولا بدائل أمام أي مشروع دولي أو عربي بصدد مصير غزة وأن لا تكون سلطة فلسطينية واحدة في الضفة والقطاع هذا المسعى الإسرائيلي يأتي بعد أيام من اجتماع سموتريتش مع رؤساء المجالس الاستطانية في التاسع من أيار الجهري وفق ما كشفته مع ريف حيث أطلع سموتريتش مجلسه الاستطاني على ما وصفه بمخاطر فورية محدقة من احتمالية قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وداعيا للتحرك السريعي لمنع قيام الدولة الفلسطينية وقد حملهم مسؤولية ذلك إذ توجه للمستوطينين باعتبارهم السد المنيع وداعيا إياهم للتحرك خارج المستوى الرسمي بعد أن أقيمت بنية ميليشياتية مسلحة هي ذاتها التي تحرك القرى وتقوم بالاعتداءات المتواصلة على الوجود الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين من المناطق المصنفة جيم مراقبون إسرائيليون توقعوا تصعيدا نوعيا متعدد الوسائل الأمنية والاقتصادية والقانونية والاستطانية لتقويض السلطة الوطنية سعيا من نتنياه وعصبة المستوطنين من حوله أملا فيهم بالقضاء على أي مكومات للدولة فلسطينية دولة ستقوم رغم أنف المحتل وأعوانه من المستوطنين هم طارئين غابرين على خارطة هذا الوطن فلسطين محمود مظلوم تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر